هل حبيبي بيتمنى الكل يكون بخير؟ بيتمنى الكل يكون بخير. اليوم رح نعمل توقعات برج السرطان. رح نعمل توقعات برج السرطان في المال والعاطفة والصحة. بشهر سبعة. مرحبا بالناس للجدد والخدمة واللي جديد يضغط على زر الاشتراك حبيبي. واللي قديم يعني في قناتي مرحبا. اضغط على زر الاعجاب. مرحبا لك. وبحب الكل بحبكم كلكم. اوكي حبيبي. هلأ رح ناخد اوراق العاطفة لبرج السرطان. العاطفة. اوكي حبيبي. اوكي. عم شوف طاقتكم يا حبيبي برج السرطان. عم شوف يعني طاقتكم في الطاقة الحالية عم بتفكروا كتير بصراحة عم بتفكروا انكم توصلوا الاستقرار. اه يعني سعادة يعني في العاطفة وكل شي. بدكم شي يعني شي عدلة تتحقق معاكم. او انكم انتم طاقتكم ما بدكم تقولوا صراحة بس مانكم قادرين. يعني بتحسوا كأنكم مو قادرين تقولوا صراحة لهالانسان او لهالانسانة. اوكي حبيبي. عم شوف كمان كأنه بتيستنى عن الحظ بيلعب معك. وانك اه تتواصل او حدا يرسلك او حدا يرسلك. فهمت عليه حبيبي? اه. فهمت عليه? كمان بحسكم يعني بصراحة حبيبي يعني بشوفكم بت اه بتسنوا عدالة. بتسنوا يعني حدا يجي ويحكي معاكم. كمان بتسنوا انسان يجي يحكي معاكم. بتسنوا رسالة من شخص ما. بدكم تسركوا كل شي بس مالكم قادرين. بتحسوا كأنكم متربطين. يمكن عندك تعلق جسدي او سحر. او كي حبيبي في العاطفة هي الاوراق يعني. اه بحس كأنك متشبت متشبت بشخص ما. كأنك انت متشبت بشخص ما بس هذا بس هذا الانسان. مو متشبت به كأنك كأنت متشبت به. ممكن تكون قراءة كمان عكسي. بحس كأنك انت دايما بتقدم المسامحة بتقدم اعتضاء. دائما انت اللي بتبادر دائما انت اللي تعمل كل شي يعني بس ما بتحس كأنك بتتقدر من هذا الانسان. هذا الانسان ما بيقدرك ما بيعطيك واحد له. كأنه قيمة او زي ما بيتعامله زي ما بيعاملك نو. انت بيتعامله لا. انت بيتعامله بالحلو بس هو بيردلك بالوحش بعد لا احيان مو دايما. وبعد لا احيان حبابي. بس انت بتحب هذا الشخص. كمان هو بيحبك. السنة يعني انت سنة انت يعني فعق لك هلأ بدوري انك بدك تحكي بدك تقول صحة رغم ان الصراحة جالي حبابي بشوي. بس بتحس كأنك مو مضلع ما قادر تختار. اذا بتحكي او تسكت. بدك توازن امورك ما بحس كاني بتوازن امورك في هالطاقة الحالية حبابي بي. حس كأنك زعلان متدايق. بدك توصل الانتصار. ان شاء الله شمس رح توضح لك برج سلطان. رح يوضح لك شي. بس. حس كأنك انت بدك ترتاح. لازم ترتاح شوي يا برج السلطان. عم حس كأنك بتعطي. وما بتعطي. يعني بتعطي. بتعطي. بس كأنك ما بتاخد ولا شي. بتاخد. بتاخد. بتاخد بس. واجع القلب والحزن وال. كنتو عليه. حبيبي ممكن كما لقى تكون عكسي. اذا انتو كنتو عاملين هيك في الشريك او هو عمل فيكم. كنتو عليه حبيبي. يعني بصراحة بشوف. بس بشوف يعني. بشوف يعني حراح يتفك كل هاي دي الشي. بشوفك كماني اما انت بتراقب شخص او شخص برقبت عالسوشيال ميديا. اوكي حبيبي. رح اخد كمان بحاول يعني نطلع طاقة الكروت كتير. بحاول كمان يعني نطلع طاقة اخرى يعني من المرتبطين. بحاول كمان يعني اكثر الابراج يعني مبساعلين مع بعض الحبايب وي. ليش ما بعض. اوكي حبيبي اوكي. ممكن يكون هذا الانسان هو برج الجوزاء. او منطقة هوائية. اوكي. اوكي 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 حبيبي. يعني المرتبطين. عم تشوف صراحة يعني الحبيبي حيصارحك بشي. او انت رح تصارح بالنسبة للمرتبطين. او انت رح تصارح الحبيب. فهمتوا عليه حبيبي. اا يعني صراحة رح تتقال. بس هيدا الانسان اللي انت في علاقة معه هو روحك. هو يعني ممكن تكون توأم روح او توأم شو لحبيبي. اا كمان يعني بشوف اا صراحة رح توضح. كمان صراحة رح توضح. و اا و رح تصلى مع مع هذا الحبيب. لان ما بشوف يعني رح شوفكم يعني بشوفكم رح تتواصلوا. و رح تقربوا من بعدكم اكتر من الاول. يعني. فهمتوا عليه حبيبي? بس خدوا بالكم. طلعين كمان قدت الزواج. ممكن انت بتفكر زواج او حبيبك بيفكر في الزواج. كمان حبيبي بشوف يعني يعني خدوا بالكم من شخص ما لو يعني يكون بديوا يسرق من عندكم اما حبيبكم. ويصرقكم انتم من حبيبكم. انتم علي ردوا بالكم يعني من سرق. ممكن ي. هذا بديوا يسرق حبيبك. او هيك شي يعني. اوكي حبيبي هلأ رح ننتقل لله. عفوا رح قولكم ابرج. طاقة هواية. اه هواية برج الجدي. اه. برج الدلو. طاقة ناري. طاقة ترابية. طاقة ترابية كثيرة. اوكي رح نشوف كمان طاقة ترابية كثيرة. طاقة ناري. طاقة لبرج الميزان. برج الجوزاء. حبيبي هلأ برج الجوزاء. اوكي حبيبي هلأ رح نشوف الحياة الحياة المالية. حبيبي هلأ رح ننتقل الحياة المالية. للحياة المانية. بس في حبيبي راح انزل اخد الورق. اشتركوا في القناة. 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 سوف نرى الصحة ماذا أحوال الصحة وهيك سوف نرى الصحة وقعز كمان ورقة شو؟ يعني بصراحة الورقة بصراحة الورقة طلعت كمان عنتي يعني يعني بد اتأكد لنا يعني بد اتأكد انه في شي رح يصير السرقة من عندك خد بالك رح اكرر هلك الممكن للمرة الرابعة والثالثة يعني خد بالك يا برج السرطة خد بالك من حدا بده يسرق من عندك شي طلع لك كمان في الصحة وفي العاطفة هيدا الكرت اتكرر معاك كتير ما بعرف ليش ما بس يعني بد اتأكد لنا شي خد بالك يا برج السرطة خد بالك حقيق حبيبي خدوا بالكم يعني ما بعرف ليش بطلع كمان في الصحة خد بالك خد بالك سرحو رح نترك هذا الكرت على جنب و رح نأخذ كروت تانية بس هدي الكرت راو اوه طلع لكم كمان ما بعرف ليش اوكي حبيبي اوكي 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 بس حبيبي يعني بسراحة الكروت بتنصحكم بتنصحكم انكم تعملوا ما تعملوا كتير بسراحة بتنصحكم انكما تعملوا كتير هذا الورق قد يعني ذا العلي حاخذوا ممك انا مناصيحة احس كأنك تشتغل فوق طاقتك حاول ترتاح حاول تهدو شوي حاول ما يعني ما تشتغل فوق طاقتك حبيبي برج السرطان حبيبي ما تعدوا فوق طاقتكم ويعني حاولوا تبعدها يعني عن تجمعات الكثيرة يعني بصراحة ابعدوا عن اي تجمع ابعدوا عنه لانه راح ما راح يكون في صالحكم بهالايام فهمتوا عليه حبيبي من ناحية الصحة كمان حاولوا انكم ترتاحوا شوي امتوا علي ما تفكروا بطاقة يعني بشوفكم كمان تفكيركم مسيطرة علي يعني الطاقة السلبية يعني الطاقة السلبية كتير بحس كأنه طاقة السلبية كتير بتفكروا بطريقة السلبية في كل الشي يعني بتفكروا بطاقة السلبية حبيبي بصراحة حاولوا يعني توازنوا اموركم حاولوا متى حاولوا تختاروا الشي اللي رايحكم نفسيا اختاروا ما تختاروا شي راح يقاديكم من بعد بصراحة بشوف كأنه عنكم طاقة السلبية ويعني بعدوا حاولوا يعني انت يبعدوا عن يعني عن تجمع وهيك من تجمعات الكثيرة والناس وهيك بس انا بيعرف انه برج السرطان يعني هالي وما بيحب مثل هالي الاجواء اه اوكي حبيبي هاي الشي اللي طلع لي يعني ما طلع لي شي خطير بصراحة في الصحة. نصيحة يعني اللي هي بدها تطلع نصيحة اللي هي بدها تطلع. خذ بالك من شخص بده يسرق من عندك شي. بده يسرق من عندك شي. ولا هذا الانسان اللي بده يسرق منك شي. بده يسرق منك شي يعني شي عرب. عمل. ويخليك انت جالس وعم تتحصر. جالس ما عم تعمل شي فهمت عليه حبيبة. يعني حاول تبعد على الشخص اللي عاح يسرق من عندك شي وخذ بالك من اي شخص. يعني لسا بأكد لك يا خذ بالك من اي شخص. اي شخص خذ بالك منه. من شان ما يسرق من عندك شي. من شان ما تدخل في مرحلة الاكتئاب. اوكي حبيبي. هاي قرائتكم. مرح رأي هنا رح تكون القراءة خلصت. بحبكم حبيبي كتير. بتمنى لكم مشاهر يطوم. حلو كتير. اكتبوا في الكومنت اذا القراءة مشت معاكم. املوا الجامد. اضغطوا على زر سبسكراب ليسا لكم كل جديد. قولولي في الكومنت اي موضوع بدكم يعني احكي عليه. قولولي. توقعت شو بدكم كل شي.